الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء وبنات الطلبة في مساق النقود والبنوك المقرر على طلبة المحاسبة وإدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الإسراء تحياتي لكم وهذا لقاؤنا المتجدد في محاضرات الفيديو المتعلقة بهذا المساق هذا الفصل أو هذه الوحدة التالتة متعلقة بالبنوك والأسواق المالية وتحتوي على مزيد من المعلومات النظرية تقطير النظرية وتحتوي على بعض المعاملات الحسابية أو الاحتسابية لذلك سوف نقوم تجزيء هذه الوحدة على عدة محاضرات حتى نتمكن من إيصال رسالتها ومضمونها ومحتواها بشكل ميصر إن شاء الله في هذه الوحدة سوف نتطرق إلى العديد من المفاهيم أولها ممكن سوف نتطرق إلى البنوك والأسواق المالية كما أسلفنا مفهوم الأسواق المالية خصائص الأسواق المالية بنيان المؤسسة للأسواق المالية ومن ثم ننطلق إلى عمليات البنوك التجارية في عمليات البنوك التجارية سوف نتطرق إلى ما يتعلق بموضوع خلق النقود وهذا الأمر يقتضي مننا أن نمرن أنفسنا على التطبيقات العملية المطلوبة منه ثم ننطلق إلى مفهوم إدارة الاقتمان في البنوك التجارية وأخيرا البنوك الإسلامية والبنك المركزي طبعا البنوك الإسلامية لنوع من القصوصية وبالتالي سوف نفرد لها مساحة تكون كافية لها إذن هذه الوحدة تحديدا مليئة بالمواد يعني خلينا نقول أنه يمكن تجزئتها لعدة محاضرات حتى يسهل ويتيسر إن شاء الله متابعتها وإن شاء الله نصل إلى درجة أعلى من الكفاءة والأداء والفهم طبعا كما اعتدتم الكتاب جميل جدا ويلخص الأمر بشكل جميل ويتطرق إلى البفاهيم بشكل تفصيلي وشكل تعزيزي بداية البنوك والأسواق المالية نقف عند مفهوم الأسواق المالية السوق تقليديا هو المكان الذي يلتقي فيه الباع والمشتري يعني أي مكان يلتقي فيه الباع والمشتري بنسميه سوق الأسواق التغليدية كان الالتقاء بيتم التقاء بدني يعني وجاهي أنه بيتواجه فيه الباع والمشتري وبالتالي بنسميه سوق يعني اللي عنده بباع بيجيب عرضها واللي عنده عايز يشتري بيجي فمسميه سوق لكن نحن بنعرف السوق كسوق بنقول المكان الذي يلتقي فيه لا نقصد الالتقاء اليوم في عصر التكنولوجيا بالالتقاء البدني يعني ممكن يلتقي كله من الباع والمشتري على صفحة انترنت مخصصة سوق افتراضي هذا الأمر إذن تجاوز المفهوم التقليدي وبالتالي أي مكان يمكن أن يتم فيه صفقات فورا يسمى سوق يعني يلتقي فيه طيب الآن بنقول أسواق مالية تمام زي ما نحن بنقول يعني ابتوع الخضار أسواق الخضار ابتوع الأثاث أسواق الأثاث كمان الأموال لها أسواق يعني فيه ناس شغلتهم أنهم بيشتريوا ببيعوا في هذه الأموال هذه الأسواق لها عدة تعريفات الناس بسموها أسواق رأس المال ليش لأنه هي بتشتغل على بيع الرأس المال الأسهم والسندات والنقود وما إلى ذلك الناس بسموها أسواق الأسهم والسندات مبعدناش كثير هي هي الناس بسموها أموال استثمارية طويلة الأجل في كل حوال كل التسميات متشابهة ومتضامنة فيما بينها بيضل عندنا الأسواق المالية كمان ناخد بالنا أنه بتشمل على مؤسسات الوساطة من بنوك وصندوق واستثمار يعني خلنا نقول أنه اعتدنا أحنا في السوق العادي لما أنت بتروع على سوق الخضار أو سوق الغار ما بتلاقيش حدا وسيط يعني أنت بتتعامل مباشرة وتشتري من البائع في أسواق المال لا الأمر مش كده مش متروك كده ففي حد في النص كده لازم أنت تتعامل معه حماية إلك وحماية للبائع اللي بنسميه الوسيط شركات الوساطة علشان تدخل أسواق رأس المال لازم أن تيجي من خلال مضلة اسمها شركات الوساطة طيب في عند تعريف متعدد للأسواق المالية ونقف عند آخر تعريف هي الأسواق التي تستوعب تدفق الموارد المالية من المدخرين إلى المستثمرين ومن خلال تداول الأوراق المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر الوسطة طيب احنا اتفاجنا عبر الوسطة يعني ما فيش مجال في الأسواق المالية أنت تدخل مباشرة حتى البعض الطلبة اللي ربما بيتبادل لديه نقول لا احنا طب ما بنشتري من خلال النت ما احنا بنروح مش عارف تشوف البورصات وهذا كلام صحيح بس الصفحة اللي انت بتشتري منها أصلا انت داخل من صفحة وسيط يعني لو أخدنا مثال بورصة فلسطين أنا عايز أشتري أسفن في بورصة فلسطين بورصة فلسطين يوم موجودة كلها عنت فانت لو فوتت على الصفحة في صفحة البورصة بقول لك تمام أنا بعرض لك كل شيء طب عايز أشتري بقول لك روح عند وسيط مش من خلالي أنا يعني أنا ببيع بس ببيعش إلك ببيع للوسطة فانت بتروح عند وسيط مثلا شركة وساطة أو شركة ساهم أو شركة ضامن كل هذه الشركات المتعلقة بهذا الأمر أو بنك الاساسمار بتقولهم والله أنا عايز أشتري أسهم في شركة الكهرباء زمان كان شركة الكهرباء مثلا أنت كان حيديك أنه أنت علشان تشتري أنت في شركة الكهرباء مثلا هيقول لك إيش اللي بدك إياه وبلغني وحط لحساب في البنك وهو يتمم لك الصفحة اليوم هو مش فاضل الكلام هذا بقول لك خد هاي يوزر نيم وهاي باسورد من بتوعي أنا أنا أنت في سقف في ضماني وهاتلي فلوس ودعهم باسمي بعد ما تودعهم باسمي اتفضل نفذ اللي بدك إياه من خلال الصفحة وأنا بسلمهم لفلوس فورا بيع تشتري أنا بحسبهم من فلوسك اللي موجودين عندي إذن أنت في بطن إيه وسيط والوسيط في النهاية بياخد عمولة متعارف عليها وأمرها إيه واضح تمام إذن هي الأسواق التي تستوعى تدفق الموارد المالية من المدخرين إلى المستثمرين ومن خلال تداول الأوراق المالية بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر الوسطة لمسمي شركة السمسرة أو الوساطة مما يؤدي إلى تعبات المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المختلفة تمام طيب في مجموعة خصائص ممكن نحن نستنتجها من التعريفات حنشوف أنه أول شي السوق المالي هو أحد الأسواق الرئيسية التي يقوم عليها أي نشاط اقتصاد نتكلم نحن عن نشاط اقتصاد حديث يعني اليوم علشان أنت تشغل الاتصالات طبعا يمكن المقارنة بغزة تكون صعبة شوية أو المقارنة بوضع فلسطين شوية صعب خلينا نفكر بطلاقة ونتجاوز الحدود الجغرافية ونفكر لو أنت دولة زي مصر أو دولة زي فرنسا يعني أي دولة عربية أو أجنبية وعايز اليوم تفتح شركة اتصالات رأس مالها محتاج مثلا مليار دولار طب انت من وين تجيب هذا رأس المال مش موجود أو محتاج له نص مليار يعني هالقام احيانا تكون فلكية طب أنا أجيبهم من وين إذا بنتكلم عن شركة عملاقة أو دولية فبتروح هذي بتلجأ للسوق المال وبتعرض نفسها على شكل أسهم والناس بيشتريوها وبالتالي بتستطيع الدولة تحقيق هدفها اللي هو أنه تأسس شركة اتصالات دولية أو على مستوى عنا الأرقام هذي متواضعة في بورصاتنا بنتكلم احنا عن 100 مليون 200 مليون 300 مليون برضو 300 مليون في بلدنا احنا صعب تتوفرهم يعني ما يجيب لك 300 مليون دولار عشان يفتحوا شركة اتصالات أو شركة جوالات صعب الأمر فالآن بيقوم باللجوء لمين للبورصة يعني لو كان عندنا مثلا على سبيل المثال بكرة أنه احنا بنا نفتح مثلا مطار أو ميناء كشركات خاصة طيب هذي بكلفوا أموال كتير طيب الدولة ما معهاش الدولة هتقترض هتعمل تروح الدولة واخد الأمر على شكل شركة مصيهم وعرضاه في البورصة العايز يشتري ويشترك معانا ييجي فالدولة بتحقق أهدافها من خلال السوق المالي طيب كمان خاصية بنشوف أنه أسواق ائتمان مالي يعني هي جاية دايما في جزئية الائتمان يعني قائمة على عمليات الديون اكتسبت هذه الصفة من عملية تداول الأسهم والسندات باعتبارها أدوات مالية باعتبارها أدوات مالية تكفل تدفق الموارد المالية بين المدخرين والمستثمرين يعني أنا عندي شقين ناس معهم فلوس ومش عارفين إش يعملوا بيها وناس محتاجين فلوس ومش لقينها دور أنا كسوق مالي أوفق بالتنين لو ما كانش فيه سوق مالية حقيقية وكفق وهذا احنا بنعاني منه حتضل المدخرات تحت البلاط وحيضل المستثمر بيبحث عن فلوس وضايع طب المستثمر في النهاية لو ما لقاش هذه المدخرات على شكل أسهم وسندات من خلال السوق حيروح ياخدها من وين كاقتراض لا لو أخدها اقتراض حتزيد عليه الفائدة طيب لما تزيد عليه الفائدة حتزيد عليه التكلفة لما تزيد عليه التكلفة حيزيد عليك في الأسعار لما يزيد عليك في الأسعار عمليا بقدر الارتفاع الأسعار عليك انت طب لو انت فلوسك أساسا أتاحتها هذه كاستثمار كان جل كان صارنا العكس كان جلت ايش هذه الموارد كان صار فيه توسع اقتصادي إذن عدم وجود أسواق مالية تعمل على تعملية تعبئة المدخرات وضخف الاستثمارات بيؤدي لإرباك في السوق وبيؤدي لحرمان السوق من كثير من الأدوار اللي يستطيع انه يقوم بيها طيب كمعا الشركات ممكن أو البورصات ممكن انه كمان مش بس أسهم ممكن تشترع السندات وهذا متاح في بورصتنا ومتاح في كل البورصات العالمية يعني في ناس الناس أنواع بيجي واحد تقولك أنا عايز أشاركك أربح أخصر معك بمشي الحال هذا بتتوجه باتجاه سهم وستثمار استراتيجي بيجي واحد يعني بيقولك أنا والله ما عنديش مجال أخاطر أنا عايز أدينك ألف تسدهم ألف ومية الآن المفهوم حرام ماشي الحال مجي نتكلم حلال وحرام مفهوم ضمنا انه هذا الربا حرام ولا نقبل به لكن بنحكي عن مفهوم اقتصادي الآن واحد عايز خاطر واحد مش عايز خاطر عايز يدين فهذا الحل مع إصدار سندات إذا الأسواق المالية متخصصة أسهم وسندات مش بس أسهم علشان كده هذه اكتسبت صفة الاقتمان من هذه الزاوية وممكن احنا نشوف الأسواق المالية مرت أثناء رحلتها بعدة محاور أو بعدة فترات مرحلة الاندماج اللي كان فيها التدفق بتتم بصورة مباشرة يعني ما فيش أي وسيط بين الاتنين المستثمر والمدخر على طول علاقتهم مباشرة بس هاد فيها أعداد بتكون أعداد محدودة أعداد محدود في المرحلة التانية مرحلة الانفصال اللي صار كل واحد منهم محتاج علشان يتعرف على التاني الوسيط اللي هي احنا موجودين فيها الآن يعني انت كنت زمان كنت تروح تتوصل للشركة نفسها وتشتري فيها وتتعاقد معها اليوم اختلف الكلام هذا صار انت محتاج لوسيط علشان انت تقدر تمشي معها وهذا الكلام هو اللي اليوم شغال وقلنا انه من اهداف هذا الكلام حماية للمستثمر وحماية للطرف كمان المدخر عفوا عاية حال قلنا انه تدفق الاموال بأدي ل زي ما قلنا تعبئت الاستثمارات وتلبية احتياجاتها المالية عنا مجموعة من الشركات اللي بتقوم بدور الوساطة يعني اللي بتقوم بدور الوساطة التفقنة انه هي واحد يعني سمصار هذا او وسيط انت بتقول له اشتري لي هو قانونا مسموح للشراء بروح بشتري لك اليك يعني مشتري ش اليه يعني مش بشتري اليه امام فاذن احنا امام عملية شركات وساطة في عنا في غزة تقريبا فاضل تقريبا شركة موجودة قائمة بالفعل وباقي الشركات كلها تحولت رقميا الى عبارة عن شركات افتراضية عبر الانترنت من الشركات اللي موجودة عنا شركة وساطة اللي هي تابعة لبنك فلسطين مستقلة وعنا كان اكتر من شركة لكن نتيجة التكنولوجيا الكل اتجه باتجاه التكنولوجيا طيب بشكل عام مين بقوم بهذا الدور الوساطة البنوك التجارية البنوك الإسلامية شركات التأمين شركات السسمار بنوك الدخار سندق التقاء كل هدول الجهات بيقدروا يمارسوا عملية الوساطة والصمسرة طيب حنشوف مع بعض عنا في عنا رسم جميل جدا بوضح لي انه لو تماع في هذا الرسم تدفق الأموال يعني الأموال كيف بتيجي فائض بروح للأسواق المالية بيخرج على شكل استثمارات هذا الاستثمارات بستفيد منها أرباب العمل بستفيد منها الحكوم بستفيد منها الشعب زي ما أنا ذكرت لكم قبل بكل هذا المسألة ونفس الشيء لو كان تام عبر شركات الوساطة جميل جدا فهم هذا الكروكي والرسم بيدينا عمق انه نفهم كيف حركة الأموال ماشية بنجي لمفهوم جدا جميل مفهوم كفاءة الأسواق المالية حقيقة كفاءة 100% مش حلاق يعني مش موجود كفاءة 100% لكن نحن تحدث عن كفاءة لحد ما مقبولة بنقصد في كفاءة أسواق المالية قدرة الأسواق المالية على استيعاب تدفق الموارد من المدخرين والمستثمرين يعني عشان نقول سوق كفاء يعني مفيش ولا مدخر تحت البلاطة كله بيجري وبضخ فيها السوق والسوق هذا مفيش فيه أموال فائدة كل شيء اللي بيجي أو دولار أو دينار هو بيضل على شكل استثمارات فهذا اللي بنقصد فيه اللي هو كفاءة السوق كفاءة السوق هي فعليا قدرة هذا السوق على استيعاب كافة المدخرات علشان نلاقي كفاءة 100% عما أنا بقولكم مستحيل لن يعني نلاقي كفاءة 100% لكن احنا بنحكي عن نسبيا مقبول يعني لما بنقول كفاءة السوق الفلسطيني مقبولة يعني هو قادر على استيعاب كافة المدخرات وإعادة تدويرها كويس طيب علشان أعتبر أنه قادر في جملة من الشروط الأصل توفرها علشان يقدر إلى حد ما خلينا نقول يصير كفاء وفعال وجود هيكل متطور للاقتصاد الوطني يعني أنه كل شيء واضح في الاقتصاد هذا الأمر زي ما اتفقنا أنه لسه مش سهل اثنين وجود قدر مناسب من الشركات المساهمة إذا بنقارن ببيئة فلسطين العدد اللي عنا متواضع استمرار اقتصادي يبعث على الطمأنينة يعني اقتصاد مستقر سياسيا توفر بنيان تشريعي وقانون راسخ ومرغوب كل هاد الأمور بص معايا واللي جاية هاد بس علشان يقدر يكون كفاء طب يش كفاء قلنا كفاء يعني زي ما يعني بيطلع كل المدخرات وإيه بيستلم تعدد وتنوع الأدوات المالية توفر قدر كافي من أنظمة الاتصال وهكذا طيب اهمية هذه الأسواق انا لما كان عندي أسواق مالية ايش اهمية هذه الأسواق رقم واحد تعبئة المدخرات تعبئة المدخرات يعني كده ببساطة تعبئة المدخرات اللي احنا بنحكي فيها كده ببساطة تعبئة المدخرات يعني أنا عندي تمويل مشاريع اقتصادية وعايز يعني كده ببساطة واحد فاتح مشروع عايز حد يعب فلوس يشغله فهذا اسمه ايه تعبئة المدخرات من اجل تمويل التنمية الاقتصادية المشاريع بتاعتنا يكون السوق قادر على تعبئتها علشان انا اعتبره سوق كفو اتنين زيادة الكفاءة الاقتصادية للنظام الاقتصادي يعني كل ما الاسواق المالية كانت اسواق قوية كل ما كان في عندي دور ملحوظ في ترسيخ الكفاءة الاقتصادية للنظام الاقتصادي يعني الاسواق عمليا اليوم الاسواق هي مؤشر احتكام من خلاله نستطيع انه نحكم على الوضع الاقتصادي بتاع البلد وين ماشي من خلال الاسواق بتاعتها طبعا احنا هذا الكلام لو جينا نجيسه على بورصة فلسطين لجي الأمر متواضع الى حد ما رغم توفر العديد من ضوابط العمل في البورصة يعني البورصة فيها كتير من ضوابط العمل لكن قياسا بالبورصات العالمية الارقام اللي عندنا ارقام ايه على قد طيب هذا الامر علشان نكون كمان بموضوعية اكتر في عدة عناصر ومؤشرات من شأنها انه التدينة مؤشر على مدى الكفاءة والتخصص التخصيص الامثل يعني بنرجع للكفاءة ثاني اول شي انه يكون في معلومات وبيانات للمتعاملين يعني لو جينا سألنا اي واحد معلوماته عن البورصة الان لو جينا لكم انتم كطلبة حلق المعلومات لسه شحيحة وبالتالي علشان نحصل على سوق كفاء يقدر يشد هذا ووفق مع هذا لازم تكون معلومات توفرة للشعب يعني تتكلم عن بيئة اقتصادية متكاملة يعني المستثمرين والمدخرين عارفين كل شيء عن الشركات اتنين انه تقوم الاسواق بعملية الوساطة وعملية الرقابة غير المباشرة على الشركات يعني السوق الماني يقوم بالرقابة على الشركات هذا الامر عندنا متوفر بدرجة عالية في مسألة الرقابة السوق يعني حريص جدا والبورصة بتاعتنا يعني متبع كل الشركات بشكل دقيق ثلاثة ترسيخ الاسواق كفاءة التسعير وتحق عدالة الاسواق التي تمثل فيه عناصر مؤثرة في تحسين الكفاءة الاقتصادية يعني ترسيخ كفاءة التسعير يعني السوق مراقب من خلال ادارة السوق من اجل عدم التلاعب بالاسعار وعدم المضاربات اللي مش قانونية كمان تعتبر زي ما اتفقنا مؤشرات الأسواق مقياسة لمستوى الأداء الاقتصادي الأسواق لها مؤشرات كل بلد اللي مسمى محدد يعني المؤشر بتاع السوق سوق فلسطين المؤشر بتاعه اسمه مؤشر القدس ودائما يتم قياسه والارتكاز عليه من أجل فهم الطبيعة المتعلقة بالسوق الآن عايزك تركز معي عايز اختصر لك هذا المواضيع الآن موضوع المعايير اللي بتتعلق بأشكال وأنواع الأسواق المالية وترك لك لاحقا أنه أنت تراجع هذا من الكتاب بس أنا عايز اختصر عليك الموضوع علشان أنت كده تركز معي أول بأول الآن لما نيجي نقول ما هي أنواع الأسواق المالية ما ينفعش نجاوب على طول كده طبعا بندخل على الموضوع يحتاج الإجابة أنه أنت تسأل السائل أنت عايز عايز أنواع واشكال الأسواق المالية من أي جهة يعني من أي معيار فكل معيار له إيه تقسيم ما تختلف عن المعيار الآخر رقم واحد من حيث معيار الإصدار في عندي أنا أسواق إصدار وأسواق تداول في عندي أسواق إصدار وأسواق تداول يعني خلينا نقول أسواق أولية وثانوية صحيح تمام الأسواق الأولية الآن أنا لما أفتح شركة نفترض أنا أفتح شركة اتصالات اليوم فأنا اليوم اليوم أنا فتحها أول مرة عرضت أسهمها للاكتتاب عرضت أسهمها لإيه؟ للاكتتاب من خلال وسيط الآن هذا العمل اللي أنا عملته بالسمى أولي بالسمى إيه؟ أولي لأنه هذا أول مرة أنا عمل بعرضها الآن اشترى مني محمود ومحمد وسامي جاموا هدول بعد يومين عرضوا أسهمهم للبيع في البورصة هذا سوق تاني هذا سوق تاني إذن السوق الأول هو سوق الإصدار اللي الشركة نفسها إيه؟ بتصدر الساوي ببيع من خلال اكتتاب السوق التاني سوق التداول اللي اشتروا عملين إيه؟ ببيع طب مين فيهم الأهم؟ الأهم سوق التداول لأنه الإصدار خلصنا منه الإصدار انتهى اللي بضل شغال معايا إيه؟ التداول الإصدار مرة واحدة في العمر الشركة بتصدر أسهم وبعد هيك بتصف على الخط أما التداول هو الأكتر شيء اثنين وفقا لمعيار استحقاق الأوراق المالية فيه عنده أسواق نقود وأسواق رأس مال بص معي نقود يعني أنا عمليا ببيعه بشترف الفلوس يعني بورصة متخصة في العملات وبس وهي السوق مالي خاص بالعملات أنت عايز معاك موظفينك بيقبضوا بالدنار فلوسك بالشكل أو بالدولار عايز تروح تشتري دنار عايز تبيع دمال الكلام هذا أسواق نقد في عندي أسواق اللي هي زي ما قلنا مش نقد تأتمان يعني أنا عايز مثلاً مئة ألف دنار بس أنا عايزهم دين هشتريهم بإيه بسندات أو بيكون بيالات المعيار التالت عندي معيار موقع التداول يعني يا بورصة منتظمة أو سوريا يا بورصة منظمة يا بورصة غير منظمة ما إيش يعني منظمة منظمة يعني محكومة للقانون يعني فيه نظام بيحكم عملية التداول غير منظمة يعني صفقات في الخارج المقصورة يعني اتنين اتفقوا مع بعض عايزين يشتريوا بيهم مع بعض وفق القانون وفق إجراءات القانون هذا بيسمى بورصة غير منظمة أما البورصة المنظمة هي اللي تابع على الدولة لو نجي نقول بورصة فلسطين بورصة منظمة لأنها مرخصة من الحكومة الآن لو فيه مجموعة مستثمرين بيقعدوا مع بعض على الجهوة أو في مكان معين وبيجروا صفقات فيما بينهم لشركات غير مدرجة في البورصة فهذه بنسميها سوق غير منظمة يعني بالفعل هم موجودين شركات أشخاص وببيعوا بيشتريوا على بعض مناش دعوا بيهم القانون ما بيقفش حائل بيناتهم بس بالنهاية القانون لا يملك أي أداة إرقابية عليهم أما إذا أنت عايز تشتري من السوق المنظمة فيها خاض على القانون إذن أنا عندي بورصة تحت سقف القانون هذه منظمة وعندي أسواق كده وكده برا سلطة القانون لا يعني أنه هاد الشركات أو هاد التعامل مش قانوني لا شركتك أنت حر تبيعها لأخوك تبيعها لجارك أنت حر أنت ويا بس يوم ما أنت تحط الشركة بتاعتك في البورصة لا صار بيعها وشرائها من خلال قوانين البورصة إذا أنت برا البورصة أنت حر فكل بلد في العالم حتلاقي فيها نشاط اقتصادي بمر من خلال البورصة وأنشاط اقتصادية كتير من خارج البورصة هذا الشكل اللي معانا جميل جدا وهو بيدينا التصور هذا أنه نفسك أنا منحكي فيه يعني بيسهل علينا عملية الحفظ والمراجعة إذن ممكن نلاقي زي ما الكاتب بيقولنا الجمع بين المعايير السابقة بحدد شكل وهوية السوق هذا بيضل عندنا موضوع الأسواق المستقبلية يعني إذا احنا بنتكلم اليوم في ظل الظروف اللي احنا فيها أنه احنا نتكلم عن أسواق محلية وعن بلدنا وعنها المستقبل بيقولنا أنه احنا بنتكلم عن أسواق مالية مركزية يعني المستقبل يتحدث عن أنه مش بنوك مركزية عشان تكونوا دقيقين أسواق مالية مركزية يعني تتجاوز القطرية إيش تتجاوز القطرية؟ يعني أنت اليوم بتقول بورصة فلسطين بورصة مش عارف إيه لقدام شوية حتلاقي في بورصة داخلها في فلسطين وثلاثة أربع دول مع فلسطين وبتشيل من هنا وبتحط فيها هذا الكلام يمكن قبل عشرين سنة كان حلم بس اليوم لا اليوم أصبح واقع موجود بس احنا نستطيع أن نتكلم عن مدى تقدم هذه التجربة ومدى تطور هذه التجربة إذن ممكن بالنسبة للأسواق المستقبلية يكون أسواق إصدار عالمية يعني رئيسية وممكن أنه يكون اللي يتعامل فيها زي ما اتفقنا مؤسسات وساطة أجهات مصدرة شركات راعية وما إلى ذلك من هذا الأمر كمان ممكن احنا يكون عنا فيما يتعلق بالشكل المستقبلي للأسواق المالية كمان أسواق تداول يعني بورصات على مستوى العالم بورصات على مستوى العالم طيب البورصة ليش احنا بنقول سوق تاني لأنه أساساً أو تانوي أو تاني نفس الشيء لأنه أساساً مش هي بورصة الإصدار بص معي يعني عايزة اختصر عليك الموضوع الكاتب بقولنا أنه احنا فيه شكل مستقبلي للأسواق المستقبلي لأسواق المستقبلي لأنا احنا مش عارفينه فبقول التطور حينال وحيطول الجهتين بورصة الإصدار وبورصة التداول يعني اللي هو فيما يتعلق بالإصدارات حصير الشركات بشكل عالمي تشتغل وفيما يتعلق بالتداول برضو حيكون عنا بورصات بشكل عالمي يعني ممكن يكون عنا سوق بورصة منظمة وفق الإجراءات ويتم فيها البيع والشراء على المستوى العالمي كمان تسجيل الأدوات لدى الجهات المسؤولة عن التداول مع طاعم رونة لجهات المصدرة يعني زي ما اتفقنا أن احنا متكلم عن إطار عالمي يتجاوز المناطق كمان ممكن يصير معنا التزام بتقديم المعلومات الكافية بصوا معي فيه في المحاسبة حسم الإفصاح الإفصاح بيتدرج بالحد الأدنى فيه الإفصاح الكافي الإفصاح الكافي إنك تديني القوائم المالية بتاعتك مع تفسيراتها مع تقرير المدق عايز تتطور في إفصاح شامل في إفصاح مليون نعم الإفصاح اللي أنت ممكن أنت تمارسه بس بالحد الأدنى عايز تدينيها طب ليش احنا بنقول إنه محتاجين إفصاح كافي علشان انت عايز تعمل استثمار في دول مش دولك فالناس اللي عايزة تستثمر عايزة تفهم إش الموضوع اللي انت شغال عليه فبالحد الأدنى تديها القوائم المالية كمان حنشوف فيه متوقع أنه نمو في موضوع الأسواق غير المنظمة يعني الصفقات اللي بتتم من خلال خارج المقصورة يعني عبارة زي ما هو الكتب قلنا أسواق متنقلة وليست محددة بمكان محي فيها يتم تداول أوراق المالية من قبل المتعاملين والسماسرة في مواقع مختلفة يعني بين جسين مش خاض على قانون احنا نقدر نمشو معه كمان رح يطول موضوع فيما تعلق بسوق النقد ورح نشوف الأشكال العالمية المتعلقة به يعني انت في سوق النقد ممكن تبيع ممكن تشتري ممكن تقترض بس احنا بنتكلم عن نقود مش عن السهم طبعا تعرفوا انا لا يفوتني التذكير بانه هذا الوسائل كلها يجب ان تغطى من ناحية شرعية للمستثمر المسلم ويجب ان يكون حريص ان لا يقع في ما يغضب الله عز وجل من معاملات قد تقوده الى ربا وما الى ذلك سوك النقود قائم اساسا على فكرة الربا يعني انت بدييني ألف بنسبة كذا يعني هما اساسا اذا متحدث عن نظام اقتصاد وقائم على هيك وموجود ومن هذا الباب يتم فقط شرحه ولا اريد الوقوف عنده كثيرا كمان في عنا اذنات خزانة عامة واوراق تجارية اذنات خزانة عامة صادرة عن الدولة واوراق تجارية ممكن اللي احنا بنعرفها في السوق العام الكومبيلات وما الى ذلك شهدات اداء بصوا معي الحقيقة هنا في مجموعة مصطلحات سندات قبول مصرفية تعاقدات اعادة شراء وما الى ذلك هذا الكلام والمصطلحات هذه حقيقة هي مصطلحات مهمة جدا علشان كده انا بادعو الجميع انه هو يلخصه برضو يهتم بيها وطلعها على جنب كده لانه هاد المصطلحات انا لما هاجي مثلا اختبرك او حد هايجي يختبرك ويسألك هايجي يقول لك اتكلم لمصلة موضوع الاقراض الداخلي بين البنوك واش بينجم عنه هذا الموضوع ممكن احنا نغطيه بشكل اكتر تفصيل بس محتاج منك انت نوع من التقطير يعني لو حدا قال لك جاب لك تعريف السندات الحكومية وقال لك هاد شهادات الاداع صحح العبارة تبقى انت واعي او جاب لك اختيار من المتعدد وجاب تعريف السندات الحكومية وحط ايه مجموعة متغيرات تبقى انت واعي الا عشان كده المصطلحات اللي هنا انا تقديري مهمة جدا في عنا مفهوم صندوق سوق النقد الدولي وعندي مفهوم سوق رأس المال اللي نفس اللي احنا ذكرناه اول ما فيش اي جديد فيه بس عايز هو يفرق لي بين الاسهم والسندات كل هاد المصطلحات يعني انا من باب اولى سندات اسهم دولية سندات حكومية وهكذا انا من باب اولى فقط يعني اعايز اكسب وقتك فقط مش اكتر وامشي عنها بس تركلك انت عملية تلقيصة لانه مش هيجي ينفع نضيع وقت اقولك ايش السندات الاجنبية اقولك ايه السندات اللي تصدرها الدولة وتقوم تسويقها خارج اطار الدولة لا يعني انا عايزك انت تقرأ الكلام هذا وتلقصه بنفسك علشان في وقت معيار الى المحاضرة مش عايز انا يروح في اتجاه شرح شيء مفصل الى ان نلتقيكم في المحاضرة القادمة واللي هنغطي فيها موضوع عمليات البنوك التجارية ان شاء الله هذه تحياتي لكم مدرسكم دكتور محمد ابو يوسف وتمنياتي لكم بالتوفيق ونجاح ان شاء الله